أستاذ حيدار حقيقة يعني اليوم هذا المؤتمر الوطني ناس تترقبه بس إحنا يعني عندنا مشكلة مشكلة إنه عادة هناك من هو يشكك هناك من يعتقد بأن التغييرات لن تأتي بنتيجة كبيرة جدا شنو اللي يمنع في هذا المؤتمر الوطني تتنطرح بي حقيقة تغييرات جذرية جدا إنه يكون أكو معترضين وأكو مختلفين بهذا الموضوع ومن الممكن أن لا يتم الاتفاق على الأمور اللي احنا دي نحتي بها هسه كيف ترد يعني الحقيقة يعني المشكلات في العراق هي مشكلات سياسية هي التي انتجت لنا المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وأعتقد أن سبب هذه المشكلات السياسية هو يعود إلى الطبقة السياسية هذه الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ 2000 حتى الوقت الحاضر هي سبب المشكلات السياسية لأنها قد فضلت مصالحها الشخصية على مصالح البلاد وانتج لنا الفساد الإداري والمالي وبالتالي فإن عملية الإصلاح في هذه المرحلة ولا سيما بعد زياد وطيرة حركة الاحتجاجات الأخيرة وأعتقد أن العراق الآن عراق قبل 21 أول يختلف عن عراق مع بعض 21 أول هناك مزاد شعبي غاضب حركة احتجاجية غاضبة نتيجة اليأس والإحباط التي أصاب الشعب العراقي على مدى 16 عاما من وعود أطلقتها الحكومات المتعاقبة سواء هذا ما ورد في مناهجها أو فيما ورد من حزم إصلاحية وعدت بها الحكومات نتيجة الحركات الاحتجاجية السابقة سياق طبيعي لحركة الاحتجاجات هذه المرة أن تكون وطيرتها متصاعدة وغاضبة نتيجة هذا الإحباط واليأس الذي أصاب الشعب العراقي أعتقد أني أرى أن عملية الإصلاح في هذه المرحلة يجب أن تمر بثلاثة مسارات المسار الأول أن تكون الحكومة جدية وصادقة في تطبيق ما وعدت به من إصلاحها سواء في الحزمة الأولى أو الثانية أو الثالثة وأن تكون هناك مقرونة بتوقيتها الزمنية ودون التسويف مماطلة وأن تكون هناك رقابة على عملية تنفيذ هذه الإصلاحات النقطة الثانية أن تكون هناك أطر استراتيجية لعملية الإصلاح هذه الأطر الاستراتيجية لأن المسار الأول هو مسار أن يلبي بعض حاجات ومطالب الجماهير المسار الثاني أطر استراتيجية أن تكون هناك رؤية استراتيجية للحكومة سواء هذه الحكومة أي حكومة ستشكل المستقبل لأن نقل العراق من الدولة الرعية إلى الدورة المنتجة عبر تفعيل القطاعات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة الزراعة الصناعة التجارة ومن ثم تفعيل الشراكات الاقتصادية التي عقدتها الحكومة والاتفاقيات مع دول الجوار والجوار الأقمي المسار الثالث هو عقد مؤتمر وطني عراقي شامل من أجل تقويم بنية العملية السياسية